بموقف الإطار برأيك هل هناك ستكون مبادرات حقيقية لما شاهدنا من تنازل وانسحاب المتظاهرين وإلى آخره يعني بما أنه كانت بالفترة السابقة بمنادات ومطالبة سحب المتظاهرين وجلسة البرلمان للتفاهم وللنقاش أكثر لكن تم نسحب توجد خطوات إيجابية برأيك ورح يبقى الوضع كما هو عليه وينطرق الإطار التنسيق لتشكيل حكومة أنا لا أعتقد سيكون من السهل على الإطار تشكيل حكومة لأسباب أولا الإطار التنسيقي كان يؤيد حل البرلمان ولكن ضمن الأطر الدستورية وما زالت الأطر الدستورية موجودة وانسحب المتظاهرون من البرلمان ويمكن عقد جلسة الآن في البرلمان لإقرار حل البرلمان من قبل غالبية برلمانية هذا حل ممكن أن يتفق الإطار التنسيقي عليه ويقدمه كرسالة للشعب العراقي بقناعته أن التجربة السياسية يجب أن تتجدد خاصة وأن الإطار أي فكرة حل البرلمان وحقيقة البرلمان منذ الانتخابات حتى الآن لم يقدم شيء لم يقع حتى لا استجواب ولا أي شيء حتى هذه اللحظة لم تشكل لجان البرلمان بالمناسبة يعني الآن رؤساء اللجان هم الأكبر سنن يعني لم تجري انتخابات داخل كل لجنة ومن ثم هذه نقطة النقطة الثانية إذا كان الجميع يؤيد فكرة الانتخابات المبكرة وأيدها الجميع قال نعم انتخابات مبكرة يمكن أن تكون هناك اتفاق على حكومة انتقالية تتهيأ لتمضية الموازنة وإجراء انتخابات مبكرة هذه الانتخابات المبكرة ستطمئن الشعب العراقي أنه يستعد للمشاركة فيها لأن جاءت عن قناعة بأن الجميع مقتنع أن العملية السياسية فشلت